بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا تغيض يا نبيع فضله ولا تضطرب موازين عدله سبحانك ربي لا نحصي سناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الطهر الزكي وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد نرحب بكم ونجدد لكم التحية في طب الأعشاب يسعدني أن أتواصل معكم وإن بارح أنا تكلمت عن الإسهال والحقيقة تكلمنا عن الإسهال المزمن وما إلى غير ذلك أزاي القضاء عليه النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا وبيشغل المصرين كلهم أو بيشغل عدد كبير جدا من الناس وهو الإمساك وحنتكلم فيه إن شاء الله ونتكلم فيه اللي هو يعني أسبابه ثم العلاج بالطب الصيدلي ثم العلاج بالطب البديل نشوف الأمر كده الإمساك يقصد به قلة عدد مرات التبرز مع كون البراز صلبا وهم أسباب الإمساك عدم كفاية مقدار الأليافي في الطعام وعدم كفاية السوائل كما أن الافتقار إلى ممارسة الرياضة مما يساعد على الإمساك لعدم وجود دورة دموية منتظمة هناك الأمراض الكثيرة التي تسبب الإمساك مثل الفشل الكلوي خمول الغدة الدرقية الاكتئاب وهناك الأمراض الكثيرة التي تسببها الإمساك مثل البواثير والتهاب الزائدة الدودية والفتاء والأرق والبدانة وتشمل أعراض الإمساك الخمول والمغص والانتفاخات والإطرابات المعاوية وصعوبة التبرز أنا بس بعد بقيت لكم عايزة أتكلم في الحتة دي في حاجة مهمة جدا الحقيقة في حاجة مهمة جدا أنا اتكلمت فيها وبرضو أعيدها لحضراتكم المفروض أن بعد الإفطار الصبح أو بعد الإفطار في أي وقت لابد نعمل إحلال يعني بعد الإفطار لازم نروح لحمام وقبل النوم لازم نروح لحمام يا جماعة الإمساك دي فيه مشكلة كبيرة جدا المشكلة هي إن السوائل اللي موجودة في الفضلات الجسم بيمتصها وبيحصل فيكم بتشعن تنافس بين هذه الفضلات وبين جدار القولون اللي فيه الفضلات فجدار القولون لما يمتص السوائل دي بتبقى فيها سموم ودي تؤدي إلى خمول تكلمنا على فكرة عن الكلام ده عدا موجود كمية من الألياف بالإضافة إلى الرياضة لسبب لأن أنا وأنا بعمل رياضة العضلات بتاعت بتتحرك بالإضافة إلى العضلة اللي موجودة في المصران نفسها نفسها بتقوى وتشتغل الحركة الدودية اللي بيسموها البرستالتك موفمينت فيه مشكلة كبيرة جدا عند بعض كثير جدا بالناس يقول لك أنا ما بقدرش أروح لا ده إحنا لازم نقول بنقول الإيه الإحلال بعد الإفطار بعد الإفطار وقبل النوم لأن ما نمشه في جسمي فضلات أبدا لأن نونيت جسمي فضلات يبقى معنا ذلك أنا بسيب السوائل اللي موجودة يمتصها جدار الإيه القولون وبدأ بيمتص جدار القولون الكلام دي إيه اللي حيتام حينتص سموم يبقى بالتالي تعمل خمول وإحنا تكلمنا ياريت أقرى الكلام دي تاني مرة تاني من الإيه من الأول طبعا الأسباب الإمساك يقصد به قلة عدد مرات التبرز مع كون البولات صلبا وأهم الأسباب الإمساك عدم كفاية مغدار الألياف في الطعام أهو مغدار الألياف وعدم كفاية السوائل كمان الافتقار إلى ممارسة الرياضة مما يساعد على الإمساك لعدم وجود دورة دموية منتظمة هناك الأمراض الكثيرة اللي تسبب الإمساك مثل الفشل الكلوي خمول الغدة الدرقية الاكتئاب وهناك الأمراض الكثيرة اللي بيسببها الإمساك البواسير طبعا والتهاب الزايدة الدودية والفتاء والأرق والبدانة وأحيانا ممكن تسبب نصئيه اللي هو النصور وتشمل أعراض الإمساك الخمول والمغف والانتفاخات والاضطرابات المعاوية وصعوبة التبرز كلام ده في منتهى الهمية أن نحن ناكل كميات من الألياف تشمل لقاء إضافة المزيد من الألياف إلى الطعام مثل الفواكه الطازجة والخضروات والتمرين على شرب كثير من الماء مع تناول الخبز الأصمر ونخالة الدقيقة اللي هي الرضة لزيلك سيدنا رسول الله لأبرات عبد الله بن مسعود لما فصلت النخال اللي هاعديه على بعض ربنا خاله كده يبناكله كده الأمر الثاني المهم يا جماعة في الحاجات اللي زي كده لو فرضت إن عنده هاجأ سيدنا رسول الله دا وما أنا قلت الصبح إن إحنا نحط بمعلقة إيه عصر نحل ندوها في معلقة زي زتون ندوها في مية وننفع لها معلقة زي زتون على فكرة الكلام ده مهم جدا إنه بيعمل عملية إيه دريسنج تبطيل للجهاز الهضمي ويخلي الأمور ماشية كويس جدا جدا الكلام ده مهم جدا وأنا قلت إسهال أو إمساك يؤدي إلى ما يسمى بالأمراض التحللية دي جينيريتف دي سيريس ولذلك الأجانب بيحرصوا على هذا الحقيقة برضو إنه أصطير بالوصف للدكتور مصطفى محمود ومع الفقير لله عملنا دوة مهم جدا بيسموه أجيولاكس وانتشر في جميع دول العالم اللي احنا نشرناه بحث وهو عبارة عن بذور القطونة بذور القطونة دي بما ضفنا عليها السنة ميكي سنة ميكي بس ضفناها بـ 2% حسب الدستير العالمية وده أكبر ملين من الملينات الطبيعية لأن بذور القطونة لو خادت الماء ما تسيبهاش أبدا محدش يدر ياخد منها الماء بذور القطونة تاخد الماء ما تسيبهاش أبدا وعشان كده الكلام ده الأجيولاكس ده منتشر دلوقتي في جميع دول العالم للأسف إحنا وعملنا براءة اختراع كان بيئي داوة عالمي لكن هو خلاص بيئي بحوث فكل الناس أو كل الشركات عملته الحقيقة عراض الوقاية طبعا إضافة العليا في العلاج الصيضاني العلاج التقليدي الإمساك يبدأ باللبوس خاصة المحتوى على الجيلفرين أو الحقن الشراجية وبرورا بالملينات المنشطة مثل اللاكتيلوز في طبعا اللاكتيلوز ده من حاجات اللي بيشرب بيعتبروا أن السكر ما بيتهضمش زي السكريات الخماسية اللي موجودة في الشعير دي ما بتتهضمش وما بتمتصش فبالتالي بتعمل عملية دي دا العلاج الصيضاني ملينات لكن الملينات لو اعتدت عليها وكانت ملينات صناعية يبقى بطريع دي أنا بأتلف حاجة اسمها الحركة الدودية الأمعاء أو البرستالتك موفمينت إنما لابد نستخدم حاجات طبيعية نيجي بقى نشوف العلاج بالطب الأخضر نبات البرغوس السليم يفتخدم هو ده اللي بيسموه كملين اللي هو بزور الخطونة سموه نبات البرغوس يفتخدم بحضر لقواتها مما كان يسبب إسهال لأسباب لإنها بتمتصف الماء امتصف جامد جدا أحيانا تسبب إسهال طيب بعد كده نشوف النبات جذور الراويند يستخدم جذور الراويند في حالات الحموضة وحالات الإمساج بنجاح شديد بتطحن جذور والراويند ويصنع منها مسحوق شراب أج بي ملين لسبب إن الراويند ده بيستخدم زمان يعني الأجيال اللي كانت في الستينات في الخمسينات والستينات والسبعينات كنت تروح وزارة الصحة يدوك راويند صودة كنت تاخد إزازة فضية دوك راويند صودة لإنه كان بيحسن من عملية الهضمة إلى أبعد الحدود وبيشيل الإمساك هذا الكلام مهم جدا نيجي بعد كده نشوف التفاح قلب التفاح يوقع لو يصنع عصير من التفاح كلها بقشراتها وقلبيها في هذا العصير منظم لحركة الأمعاء لإنه ده بيزيد من البريستالتك موفمينت الحركة الدودية للأمعاء نيجي نشوف الشيحة البابونج يصنع مشروب عشبي كالشاي من أوراق الشيحة البابونج الجافة أو التفذيجة وتشرب ثلاث مرات في اليوم دي بتسهل من الحركة الدودية للأمعاء نشوف اللي بعد كده برضه عرق سوس طبعا يشرب عرق سوس غير المحلة أو المحلة بقليل من سكر النبات قبل النوم ملحوظ يؤدي عرق سوس في الكيميات الكبيرة إلى احتباس الماء لأنه بيحتوي على الصوديم أكثر من البوتاسي مما يؤدي إلى ارتفاع في ضغط الدم يعني الناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم ما يستخدمش العرق سوس معهم لأنه بيؤدي إلى خلل في الصوديم والبوتاسي لو استخدم أكثر من بعض الناس قالوا 21 يوم بعض الناس قالوا أكثر من شهر أكثر من شهر وبالتالي الناس اللي عندهم ضغط الدم ما يستخدموش أبدا 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 العرق سوس لانه بيزود كمية الصوديم على حساب كمية البوتاسيام وبالتالي يزيد من ضغط الدم انما الناس اللي ما عندهمش ابن الممكن يقضوا الايروسوس على اعتبار انه ملين ولو شرب قبل النوم بيجيب نتائج كويسة جدا بناء عليه الثوم تؤخذ فضوص الثوم او مفرومها على كمية كبيرة من الماء صباحا ومساء دي من الحاجات الطبيعية اللي لها علاقة بالبرستالتك موفمينت الحركة الدودية للامعاء بتخليها تمشي كويس جدا فتبتدي تطرد كبير جدا بعد كده هو نشوف الكتان تناول قدر ثلاث ملاعق كبيرة من حبوب الكتان السليمة او مع علاقتين من الحبوب المطحونة مرتين يوميا مع شرب كمية من الماء خمس اكواف في اليوم اللي هي المفروض الانسان يشرب على الاقل من اثنين ونصف الى ثلاثة لتر في اليوم ودي حاجة مهمة جدا وشرب الماء دايما اللي انا قلت نبدأ بكوب من الماء ومندوب في عسل نحن نحط عليه معلقة زيزة تون في منتهى الاهمية لتنظيم الحركة الدودية للامعاء او جذور القاطونة الجذور او البذور بتاعت القانون تحتوي بذور هذا العشب على الالياف المخاطية وهي بالتالي تمتص جزء كبير جدا من السوائل الموجودة في القناة الاضمية مما يجعلها تزداد حجما فيزداد حجم البراز ويضغط على جدار القلوم ما يسبب انقباض عضلات الامعاء وعملية الاخراج الحجة دي حقف عندها بذور القاطونة دي عشان كده بنستخدمها في عملية التخصيص لان هي معلقة منها لو حطناها في مية وانا هعمل التجربة قدام حضراتكم لما نتكلم عن بذور القاطونة لو جبت معلقة من بذور القاطونة حطتها في المية هنجد يعني معلقة حجم معلقة هتبقى جزء من الكوب من تحت فيه بعد ربع ساعة انلاها امتصت المية ومالة الكوب فهي بتنتفخ انتفخ كبير جدا بالاضافة انها بيبقى في جزء منها بيتحاول الى سائل زي المهلبية السائل زي المهلبية ده بيخلي فيه امتلاء كبير جدا هي البدم خدت الماء لا يمكن تسيبه التنافس هنا في صالحها يبقى بالتالي بتخلي الكمية بتاعت الفضلات كمية كبيرة جدا والكمية بتاعت الفضلات كمية كبيرة ما بتضغط وبتخلي الانسان عنده شعور انه لازم يروح يعمل عملية الاخلاء بالاضافة لان المهنة بتخلي الفضلات فضلات طرية ما بتسببش ايه مشكلة من مشكلة البواسير ولا مشكلة الشرخ اللي بيتم نتيجة الامساك اللي موجود لاسباب لانه بتخلي الكلام الفضلات دي فضلات طرية ما هياش ناشفة وبتتنافس وفي الوقت نفسه ليها فايدة كبيرة جدا ان الجدار بتاع القولوم الشياء اخد منها الماء ولو خد منها الماء حياخد بيه الماء اللي في ايه فيه سموم وعشان كده تعتبر من الحاجات المهمة جدا جدا بزور القاتونة في هذه الاشياء طب نشوف الملحوظ الصبار مساحل قوي فيجب استخدامه بحضر لانه قد يسبب الإسال وطبعا ده مهم جدا ان احنا ما نستخدمش الحاجات دي الحاجات دي الحقيقة لها حدود محينة طب نشوف اللي بعد كده هو النابء للنابء خاصية الملينات الهادئة ولا تسهل حركة الاماء وخروج البراز غير صلب يعني ده بيعمل عملية تليين جامل جدا للنابء اللي هو الثدر والحقيقة كان منتشر قبل كده مش عارف ليه دلوقتي مش منتشر رغم انه موجود في الصعيد اشجار معمرة من الاشجار الكبيرة جدا وهو الحقيقة يعتبر مفيد جدا جدا نشوف الحلبة اللي في نجريك او السنة طبعا السنة هو السنة ميكي ده بات موجود في مكة اسمه السنة مكة او سنة مكة او سنة ميكي يحتوي على مادة كيميائية مليينة تسمى الانثرو كينونات وهي مادة قوية تستعمل في حالات الامساك المزمن ملحوظة اللي على فكرة في ناحية الدستاتيل العالمية يا جماعة ما يستخدمش في حالات الحمل والرضاعة الدستاتيل العالمية حطت الكلام ده ان احنا ما نضفش السنة ميكي لأي ملين اكتر من 2% والحطة دي بعد اثنكم هتكلم فيها كثير جدا من الناس اللي بيعلنوا عن اعشاب بتخسس خلي بالكم بعمولة بطريقة غير علمية فبيضوفوا منها 60-70% سنة ميكي على اعتبار الانسان يبقى عنده اسألة على طول يبقى عنده اسألة على طول يبقى مفيش امتصاص يبقى بالتالي تعمل عملية تخسيص بس في ناحية من الممكن تعمل عملية جفاف ومن الممكن تعمل عملية نقصة لكثير من الاملاح المعدنية والفيتامينات وخاصة الفيتامينات اللي بتضفوا المية خلي بالكم في الحاجات دي فعشان كده يا جماعة اي بخس اي اعشاب بيعلن عنها للتخسيص غير معمولة كمكمل غزائي او معمولة بطريقة علمية يبقى في منتها الخطورة لسبب لانه بيضيفوا فيها كميات كبيرة جدا من السنة ميكي انا بنبه يا جماعة بحذر ما تاخدش اي حاجة عشان تخسس الامور بطريقة ارتجالية او بطريقة غير علمية لاني انا قلت ده ستير العالمية دلوقتي قلت السنة ميكي عشبة السنة ميكي او سنة مكة اللي هي ملينة اللي بتحتوي على الهايدروكينون والانسراكينون دي يجب قل تزيد في اي حتة عن 2% 2% عشان تعمل عملية التسهيل الحركة الدودية للامعات يتم بطريقة جينتلي ما بتتمشي بطريقة انما لو نخليها 60-70% طب ما هي تعمل اسهال رهيب جدا اسهال رهيب جدا يخلي الجسم ما يمتصش يبقى الانسان يخس حال ده كلام علمي عشان يخس اعمل نقل نفسي جفاف وعمل نقص في الاملاح المعدنية وعمل نقص في الفيتامينات اللي بتضف المية ده كلام ينفيه فعشان كده في تحذير في الدستاتير العالمية ما يزيدش السنة ميكي او السنة مكة عن 2% بعد كده الحلبة تستخدم فيه الاسهال تستخدم الحلبة ايضا فيه الامساك لتكون زيادة في حجم البروز اللي يدفع هذا البروز بس هي مشكلتها تحفظ القول والانقباض على طاق الاخراج ملحوظة يجب شرب كميات كبيرة جدا من الماء لا تستخدم اكثر من علاتين صغيرتين في المرة الوحيدة من الحلبة بس طبعا الناس هنا الحقيقة الحلبة ممتازة جدا وانا قلت ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم في الحلبة وانا لو علمت امتي ما في الحلبة لاشترطتها صاع بصاع بس فيها مشكلة كبيرة جدا الرائحة بتاعتها اللي هي الرائحة اللي بتخوف والرائحة يعني الحقيقة ما بتزلش بسهولة جدا بعد اذن حضراتكم بعد هذا الاستعراض ناخد فاصل مع حضراتكم ثم نتواصل معكم اعودنا اليكم والعودة واحمد نرحب بكم ونجدد لكم التحية من جديد اهلا انا والستاذ امونة تفضلي ايو يا فندم تفضل يا فندم سأل خير يا فندم من فضلك كنت عايزة اسأل حضرتك في علاج عشبي للمرض تصنبه باللوشي او اللي هو الام اس حاضر شكرا يا ريت تسبعيني كويس يا الاخ الستاذ محمد السلام عليك يا دكتور وعليكم السلام وبركاته تفضل يا سيد محمد انا عايز اكلم حضرتك في موضوع البرستاتة حاضر ادينك اخد نملك تليفونك اذا اشكر اصدر حاضر البرستاتة ارجع للتليفون وانا هنجاوب برضو على البرستاتة لا هي فيه تضخم شديد حاضر حاضر تضخم شديد حاضر حاضر تضخم بتاع ساعتك شديد وهو فيه الاخ معلش اخ مسعد من السعودية كان كثأني على الظعرور البري والحقيقة استحلفني لسبب انه مش قادر كان يوصل للتليفونات فبرضو الاخ بتاع ده لا استاذ مونة الحقيقة علاج العجبي للتصلب اللوايحي التصلب اللوايحي الام اس ده من الامراض الحقيقة متاع الأوتو اميون وده دلوقتي بيوقفوا التصلب اللوايحي عن طريق انه هو يعني التضخور اللي بيتم فيه عن طريق بيسمى زيد ظهرة الربيع وزيد ظهرة الربيع الاهميته اتعامل كابسولات بيسموه برايم روز برايم روز بلص حتى دلوقتي موجود اتعامل كابسولات اسمه برايم روز ده بيوقف الايه بناخد ثلاث كابسولات يوميا بس فيه حاجة تاني الأوتو اميون معناه ايه اللي معناها الجسم بيبني جوزيه غلط زي مثلا للروماتويد المفصلي الروماتويد المفصلي في جوزي اسمه بروتوجلايكان كده زي الشجرة اللي هو البروتوجلايكان كده وبعدين تطلع فيه بروتين كور اللي هو يعنش كل فرع من دول عبارة عن بروتين البروتين دي بتبني غلط فالجسم ابتدي هادمه الجسم يبتدي هادمه عشان كى ده يسموه الاوتوميون مناعة ذاتية طيب عشان كده لابد ان احنا ناخد الطب الغربي بيعتمد على ان احنا نصبط المناعة ككل عشان كده بيستخدموا الميزوتريكسيت كتصبيت للمناعة لكن الطب الحقيقة اللي هم ابتدوا دلوقتي شوفوه بتاعنا احنا الطب التكميلي قالك طب نفصل بين الخوات المتحربة نفصل بين الخوات المتحربة ازاي ندي بعض الاعشاب اللي هي مقننة علميا بحيث انها تفصل بين الجزئات اللي بتتبني غلط والجزئات اللي الجسم بتدي ايه بتدي هاجمها دي في منتهى الاهمية الكلام ده عشان كده يا أستاذة التصلب الوحيب ندي البرايم روز بلص ثلاث كابسولات يوميا وبس لاسب ناخد الدواء العجبي او ناخد الدواء الغربي اللي هو الميزوتريكسيت نقول أستاذ محمد دلوقتي تاني أستاذ محمد اتفضل أستاذ محمد اه اشتام عليكم اتفضل الله يا بارك في حضارك اتفضل يا فن وانت طيب يا فن والله بس كنت عندي جنب الشمال ده حسنا بحيارا بعد كلها بيلف نحط الظهر ولا جنب الشمال بس يا أستاذ جنب الشمال بس سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم تفضلي لو سمحت انا مبارح كلمتك على النسبة بتحت كلمتك عن نسبة بتحت الكلة ها تسعى اه فانا يعني ما وصلتش معاك هو بيحلل ويكشف بس النسبة عتجل لواحدة واحدة لما بيجي تفتة يا أستاذ انت انا بقولك نسبة الكرياتينين خلي حد يكلمني نعم يا أستاذ بقولك انا سألتك عن الكرياتينين كام قلتلي تسعة تسعة بس ما كملتش معاك احببط لما قلتلي فاشة ما احببط ما كملتش معاك وهي قوليلي اكمل بجلد الواحدة واحدة ما بيجي الستة ونصر يكشف في مصر عند محبطة الكريات حاضر حاضر حاجاوبك 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 يعني خبر دقاش والحاجات دي اللي عتقول عليها دكتور حلوة حاضر حاضر حاجاوبك حاجاوبك يا اصي يا أستاذ امروة أستاذ امروة يا أستاذ امروة قاله مالك وممالك وممالك فضال يا ممالك انا كنت عايز اكلم الدكتور انا يفد بمحاضراتك اهو كل عام محاضراتك طيب طيب يا فضال انا عندي تاتو خمسين سنة ووزي مية وعشرين كيلو ووزي مية وعشرين كيلو فطبعا ده مقصر على كل اجهزة طبعا فحضرتك كنت كتب التخصيص قبل الاكل وزور قطونة وشمر ورجل الاسب جيت ابتخذ بعد الاكل لا يا فضال ابتخذ قبل الاكل قبل الاكل طب والزنجبيل والقرفة والزنجبيل والقرفة والكامون ده بعد الاكل الحرق لذات الحرق ده بعد الاكل شاء الله طيب ممكن في شهر رمضان استخدمهم نعم اه طبعا في شهر رمضان عايز قبل الفطر وبعد الفطر يا فد في شهر رمضان المفروض الانسان فرصة فرصة العمر في رمضان ان احنا نخس ناكل شربة ونفتر على طمر ونكل شربة وخلاص وحطة لحمة وخلاص وطبقة سلطة والله يا دكتور انا بخص جدنا في رمضان وارجع بعد كده ازيدهم حاضر حاكلم حضرتك حاضر الله يكري محمد بارك فيك وكل سنوات لو استاذ رضا ايوه والله انا دكتور اللساني مش حاسد بطعم اي حاج انا بكل دلوقت طعب طلحت ودام رأي كده لقيته لونه ابيض بقالي بقال زي شهر كده لونه ابيض اه هل ده بس بالسكر ولا ايه بالضب اه طبعا ما السكر يقل بناعة ويخلي الفطريات يا المحاجة وحضرتك خاضر اه وبعدين الاستاذ جمال ايوه يا حضرك يا فندي فضل يا استاذ جمال السلام عليكم وعليكم السلام عليكم لو استمحت حضرك انا كنت عايز بكم تلفل حضرك لا مضروري طيب خلاص اه خليك في المعالك ضروري يديك يعني مفيش سؤال معين يعني ربنا يفوق مش يفعل هوا معلش ماشي مش يفعل هوا حاضر ام محمد ايوه ام محمد فضل يا ام محمد سلام عليكم ازاك يا دكتور اهلا بيك يا فندي ازاي حضرتك بخير انا زنتي عندها 18 سنة وآآ اجزيمة حاسية بتجليها دوقتي وعملت جيبت منا كتير يا دكتور وقعدنا تحلامة ست اثنين عما هنا نعالك فيها وبعدان الدكتورة اخيرا قالت العزي بخيرون الكورتزون تخطها عشان ان هي ما تجيش تاني وكيدة يعاني بس انا خايفة اديها حوالين الكورتزون وكيدة بس انا خايفة اديها حوالين الكورتزون وكيدة طوال ركرة مثلا تليفون حضرتك بعد إبنة محمد. ايه والسلام عليكم. وعليكم السلامة الى بركاته. اتفضل الاسم محمد. والله انا بحاول اكل الحظات من زمان. بس. بلحمد الله جات الفرصة. جات الفرصة. اه فيه سؤالين والله بس. تفضل الفاني. تفضل. السؤال اولان فيه زوائد جلبيه بتبع في الجلد. اه بتنشط كل فترة. ماشي ماشي حاجة وحضرتك اه. ادي واحدة. الحتة التانية بيحصل عند حكة والتهابات في الضهر اه ايام الصيف. نتيجة السكر. مم. فديا له علاقة بالسكر ولا ماليش الله ايه? لا ليه علاقة بالسكر. انا باخد ده حاجة اسمها الكليم اللي هو اللي هو اللي هو عندي اللي هو بتاني الابيض ده. ماشي يا فدي. حاجة وحضرتك حاجة وحضرتك حاجة وحضرتك. سيد علي. علي. سيد علي. ايه وسلام عليكم. شفضل يا فنزل. سلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل. سيد ثم أحد يفهندم التنميل للايدين. خاصة عند السيدات وخصوص في فترة الحامل وفترة توقع لا تعميل اليدين من اين من الهين هو ولا امتداء من الكتف كلهم من الكتف راي من الكتف واليدين نحاضر حاضر الحقيقة انا جاوبت الأستاذة مونع بالنسبة للتطلب اللوحي الأستاذ محمد بقول عنده تضخم شديد في البرصطاتة واحنا قلنا على فكرة تضخم البرصطاتة تكلمت انا فيه كتير جدا 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 وقلت اني الأدوية الكيموية اللي فيه كتير جدا لكن بتشيل العرض ولا تشيل المرض وقلت انه هو الزبته دايما كانوا بياخدوا اللب بتاع القرع العسلي اللي ضرق انه صنعوا منه البيبون صنعوا منه زيت البيبون واللب بتاع القرع العسلي اللي ما دخلش نار وقلت بمر البطارخ وقلت انه بذور الكرفس والجنزبيل بيشيلوا الكلام ده كويس قوي الاخ مسعد من السعودية كان كلمنا عن الضعرور البري وقال لي ان فيه تحذير من الامريكان ومن الانجليز عن استخدام الضعرور البري بالنسبة لأمراض القلب يا اخي الضعرور البري احنا عملنا بحوث عليه في ألمانيا وعملت انا بحوث كتير جدا جدا عليه مع الدكتور رفعة العجم في ألمانيا وثبت علميا انه ليس له اي نوع من انواع السمية وثبت انه بيزيد من قدرة عضلة القلب تماما لكن فيه تنافس شوية هنا هو الى حد كبير جدا عدم اللي هما بيعملين يحذروا منه وانا استغربت التحذير منه ليه فانا مش فاهم التحذير منه لسبب ايه لان هما بيه فيه كومبيتيشن او فيه تنافس لتصنيع دوى منه بين الشركات الالمانية والشركات الامريكية فده اللعب شركات مش اكتر من كده اتعب الاسداد ايمان علي السلام عليكم سعر اتلا بركاته دكتور انا اللي سألتك عن زيت اوتري زيت الحلبة لتسمين الساقين بس كم من المرة يعني كم من المرة بحطوا على الساقين ولما بحطوا على الساقين يعني راح بعمل مساج ولا لا حاضر 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 الاستاذ ايمان اللي كلمتني من الجزائر حاضر الحاضر ما انا بجاوب هو الاستاذ محمد اللي هو جنبه الشمال جنبه الشمال لازم تروح تعمل سوناريا استاذ عالبطن لان كده حيب اي كلام رجما بالغيب لان جنب الشمال ده حيبه مصرن غليظ ولا حيبه يعني كابد ولا طحال كلام كتير جدا حنقعد نتكلم فيه الاستاذ عواطف اللي هي تكلمتني وقالت ان هي كان فيه في الكريتين تعبانة وكانت الكريتين بتسعة هي ابتدت تاخد بردوش والكلام اللي زي ده فنزل بستة ونص كويس ستة ونص معناها الامتنع عن البروتين نخل البروتين اللي بناكله اقل حاجة 100 جرام في اليوم نقصد بالبروتين ايه نقص البروتين اللحوم والفراخ والاسماك والبقليات ومنتجات الالبان ما تزدش عن 100 جرام في اليوم 100 جرام في اليوم لو استمرين على كده حينزل الكريتينين لازم نسايس هذه الامور الاستاذة مروى ما تكلمتش امو مالك بتقول هي 53 سنة واثنها 120 كيلو وهي بتاخد الخلطة بتقول الخلطة احنا اتكلمت على الخلطة اللي انا بتكلم عليها واحنا الحمد لله ما حطناش فيها سنميك اللي انا حذرت منه فدي الاساس الخلطة دي لو خدناها قبل الاكل بربع ساعة بتعمل ايه بقلت بتعمل امتلاء اللي هي من الشمر ومن بذور القطونة ومن بذور الرجلة ومن رجل الاسد ورجل الاسد اساس معروف انه بيشغل مراكز الشبع في المخ فبيخلي الانسان نفسه تستد وبيخلي الانسان يشعر بالشبع لفترة طويلة هي بتقول انها بتخص في رمضان بس بترجع بعد رمضان وبتتكلم عن فيه حاجات مهمة جدا معلقة الجنزبيل مع معلقة القرفة معلقة الجنزبيل اللي هي معلقة مليانة من الشاي ونص معلقة من الشاي قرفة وربع معلقة من الكمون الكلام ده لو حطين عليه ماء يغلي ده بيزود الحرق في الجسم وده يشارف بعد الاكل مرتين او ثلاثة بس طبعا ربنا يديكم الصحة تقدروا تشربوه لونه صعب جدا جدا لكنه بيزود الحرق الابد العدود بيزود الحرق بنسبة 70% ده بالنسبة للناس اللي بتشكوا من هذا الامور الاسدادة نادية فضلي يا اسدادة نادية في الاسدادة نادية نعم السيدة عبدالهادي سيدة عبدالهادي سيدة عبدالهادي تفضل سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تفضل ونطيب في دي معودة الايام تفضل الله يبارك فيك يا رب انا كنت سألتك على موضوع انا عندي سؤالين رجلي من الرجل من الرجل دفر الرجل الكبير في الشتاء بتسلج تحطي دك عليها الحاجة التانية الرجلين الاتنين من بعد الرجل من الرجل قبل مش تزيلي كده بقرس فيهم من الرجل يعني واحدة بتسلج حاضر 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 سيدة محمد السلام عليكم وعليكم السيدة البركاتة سيدة محمد بسرعة تفضل دكتور انا كنت في مرة كده يعني قاعد باختل وشي وانا باختل وشي فظهري كده اتمزق او مش عارف اتلوح فمن ساعتها وجعني اوي فانا رحت المستشفى تنكتبلي كتفلام وبسط العبالة بس ما عموليش حاجة يعني حاضر بس اي مرهم او اي حاجة حاضر 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 يا سيدة محمد حاضر حاضر الأستاذة عزيزة تفضل يا أستاذة عزيزة طيب الحقيقة اللي اتكلمت عن عمو مالك اللسان الابيض عند الأستاذ رضا ده معناه فيه فطر جامد والفطر ده بيبقى مشكلة من المشاكل ان احنا لازم بناخد يعني يتهم زيت حب السوداء بالليل او بياخد اللي هو فيه بعض القطرة اللي موجودة في السيدات مضادة للفطريات بس لازم مع ده لازم ناخد مضادة الفطرات الكابسولات اللي طالعها مضادة للفطريات فيه كابسولات الدفلوكان 150 اللي بياخدها كل ثلاثة يام ده مهم جدا طيب بعد اذن حضراتكم فواصل وبعد كده نواصل مع حضراتكم في الاجابة بعد اذنكم موسيقى عودنا اليكم والعودة احمد نرحب بكم ونجدد لكم التحية من جديد اشفضل يا أستاذة فاطمة ايو زكا دكتور الله يبارك في حضرتك يا فنة لو سمحت يا دكتور ممكن توصف لحاجة للضغط والسكر حاضر للضغط والسكر حضرتك ده المين بقى لو سمحت الشعير يا دكتور ينزل حقويا لا بس السكر يا حضرتك السكر عن مين يعني السكر بهاد من النوع التاني اللي بيحتمل هم عند ام كبيرة في السنة على الحبوب يعني بتاخد انسلين ولا بتاخد حبوب حاضر امكم بذكر الشعير ينزل الحصوية نعم يا فنم الشعير ينزل الحصوية ايه هو الشعير ينزل الحصوية حاضر الشعير حاضر الحصوى حاضر لو سمت ايو يا سمت اتفضل يا سمت اه ما انت حضرتك تكلمتين بالم اس ايو يا فنم اتكلمت ايو يا فنم بس عايزة اسأل حاضراتك على حاجة هل انا بمشي على الا 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 ان عمر كله يعني ايو اه هو اساسا ده حاجة طبيعية البرامروز ده حاجة طبيعية بجانب الادوية بجانب الادوية ده مهم جدا عشان يوقف التظاهر يا فنم في عشاب تاني ايو بانا اتكلمت يا فنم قلت لحضرتك في عشاب بتفصل بين الاجزاء المتحاربة او الادوية الطبيعية اللى انت بتاخدية التانية كلها ده عبارة عن بتعمل ايه انت حاضرك بتاخدية كل الادوية ده عملت ايه وصلتل في ايه والسيد عبدالفتاح ايوه نزاك دكتور الباصل الله يبرك في عطيتك يا فندم اللي بقى اديك الصحة والعافية يا ربا مين يا رب وأنتم يا رب تفضل الله يخليك يبرك في كل عام الطيب المشكلة انا عندي مشكلتين الاختانية انا طبعا عندي سكر وانا عندي من العمر سبعين سنة عربين اندي بصحة الله يتخليك يبرك فيه بيحصل لي بعض وقت في راسي منفوق في الصلع في الصلع كده بعدها تطعلي اهرش يعني اشور اشور تطلع كده بعدها تجيب ميا حاضر فدي سألت فيها قالك ده من الانسولين ايو 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 الهال ده كده صح النقطة التانية عندي رجلي في حظمة الفخ كانت تقلمني وعملت اشعاعات وكده قالوا فيه خشونة انما فيه ناس قالت يتغير مفصل فيه ده كثرة تانية راحهم سرخوا قالوا ليه ما فيش حجاز حاضر حاضر بعدين اه راح الالم في المفصل جيب في جنب الربة حاضر 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 عمل عندي وانا بمشي حتي حاسس بأسر شوية حاضر 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 حاجاب حاضرتك حاضر فارجو منك يعني حاضر لا تحتبرك تحتبرك يا خفة تحتبرك تحتبرك الحقيقة ام احمد بتقول ان عندها بنت سنة 18 سنة عندها اجزيمة وقالولها لازم تاخذ حوانا اه في حوانا اسمها دي برافوزي بتتخذ لمدة هي كورتزون طويل مفعول بس ملاش تأسير يعني بتشيل الاجزيمة بس لازم تاخد زيت زهرة الربيع برضو زيت زهرة الربيع بيقاوم الاجزيمة الى ابعد الحدود وتتهن بالدهان اللي احنا تكلمنا عنه الاخيلية 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 الست ومحمد بتقول فيه زوائد جلدية الزوائد الجلدية يا استادة انا عملا تكلم فيها وقلت ده نوع من انواع الفيروس عشان كده لازم تتشيل اما بالليذر اما بالكتري اما بالليذر اما بالكتري او نحط عليها ايه نحط تحتها كريم من الكريمات ونكويها بحامض الخليك السلجي نكويها بحامض الخليك السلجي بتقول فيه الاتهابات في الظهر نتيجة السكر الاتهابات في الظهر والحقيقة الكلام ده يعني نتيجة السكر بيبعا يتشاف الكلام ده يعني الحقيقة الكلام ده اي كلام فيه حيبى رجما بالغاية بس الاتهابات في الظهر دايما لو كانت عبارة عن الام في الظهر او الام في المناطق دي الحقيقة بيبا عايزة تشافي ام اشع على السبب لانه هل فيه فقرة دايسة على العصب ولا مش دايسة على العصب الاخ علي بيقول تنميل في اليدين عند بعض استهيدات في الحمل من الكتوف الكلام دي بالرقبة يا اخوانا الرقبة احنا اتكلمت و قلت ايه لازم نقوّل عضلات حوالين الرقبة ودي بيئت مشكلة من المشاكل ان احنا ممكن نقعد ضهري مستقيم وبجيب دماغي ناحية اليمين كلها وبعدين قوة ومقاومه وعد عشر وبعدين بجيب دماغي ناحية الشمال قوة ومقاومه وعد عشر بجيب دماغي وراء وقوة ومقاومه وعد عشرة قدام قوة ومقاومه وعد عشرة اكمل الكلام دي كذا مرة دا علاج او فيه ناس كده تعمل ايه الرقبة شمال شمال وبعدين émine عشرة وهكذا بقول عضلة العضلة دي السبب وبقى في ناحية في احدى الحركات الأربعة اللي أنا عملتها قد تؤدي الالم يبقى معنا ذلك العصب هنا مزنوء ما نعملهاش الكلام ده لو عملناه بنقور رقبة وبنشيل كل الالم دي بدل ما نستخدم اي ادوية اللي استاذ ايمان بتقول في زيت الجلد الحقيقة يعني مش عارف انا يعني اه في زيوت للجلد يعني في زيوت كويسة جدا زي مثلا احنا قلنا زيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم عن زيت الزيتون وقال اتدموا بالزيت واداهنوا به فإنهم شجرة مباركة ومن الممكن نستخدم زيت اللوز الحلو اتنين وزيت الزيتون وده بنعم البشرة وبيشيل كل الاثار اللي موجودة في الجلد الاستاذ عبدالهادي بيقول في رجبة او رجلة عنده في تسليج التلج ده اللي موجود بيبقى نتيجة الدورة الدموية الطرفية مش بصح وقلت احسن حاجة لها الخردل ان احنا بنجيب اربع ملائق خردل انه دقهم قبل ما ننقعهم ما ندقش ايه نجيب كيلو بس ناخد منهم اربع ملائق انه دقهم قبل ما يتحطوا في المياه السخنة وبعدين نحطهم وننقع الرجلين لمدة نصف ساعة قلت الكلام ده لدرجة ان الناس اللي عندها زرقان في ايديها وزرقان في رجليها بيتشاهل الكلام ده بدي نقع الرجلين في الخردل ولمدة نصف ساعة وقلت ان في ناس كتيرة جدا حتى العملية دي اللي هو كانت خشونة الرجبة نتيجة او البريفر النوريتس اللي تهفل عصابة الطرفية من مرض السكر لما نقعوا رجليهم في الخردل كانوا بيصلوا وهم عادين يبتدوا يصلوا وهم قائمين عملية الهرش اللي بيقول عليها الاستاذ عبدالهاجي دي الهرش دي معناها نوع من النوع الارتكالية وبعدين احيانا السكر بيزود العملية دي ودي بدي نطلب ان احنا نتهن الهرش ده نشيل الحاجات دي عن طريق ان احنا نستخدم بعض ايه الزيوت اللي بتشيل زي زيت الخردل برضو ممكن او زيت اللي هو زيت الخردل او زيت اللوز الحلو زي ما انا قلت او نستخدم بعض مركبات زي الانتهي استمنك من ضدات الحساسية ومن ضدات الحساسية من الممكن نستخدم فيها حاجات طبيعية زي ما حنتكلمنا النهاردة عن ايه عن زي ما اتكلمت قبل كده برضو عن في بعض حاجات مضادات الحساسية الطبيعية مضادات الحساسية الطبيعية زي القصط الهندي القصط الهندي القصط الهندي الاستاذ محمد بيقول عنده مزق يعني عمل حركة كده حصل فيها مزق وراح بتاعد قال له ما فيش اي حاجة بس لسه الالام موجودة فعايز مرهم قلت انا في مرهم احنا عملناه اكس مو اكسترومة فورت دي ان ايه مرهم معمول بوسائل الهندسة الوراثية وده بيشيل مسائل المزق اللي موجودة الاستاذة فاطمة بتقول انه الضغط والسكر عند مومتها والحقيقة عايزة حاجة للضغط والسكر السكر بنيديله جنب الدواء اللي بتاخده مامتك اللي سنها سبعين سنة بنيديها ما يسمى حب الرشاد قبل الغدى وقبل العشاء مع علاقة تتبلع بالماء بالنسبة للضغط احنا اتكلمنا بتجانب الميديكيشن اللي بتاخده الدواء اللي بتاخده اللي كاتبه الطبيب بنجيب الدوم والبردقوش 200 جرام دوم و100 جرام بردقوش بنخلطهم على بعض بناخد معلقة من المخلوط دي نضيف عليها ماء يغلي وتشارب 3 مرات بتنظم ضغط الدم الى بعد الحدود الاستاذ عبد الفتاح عنده سكر ورأسه فيها قشور وبتكون مية يا اخي اتهن بأي مطهر من المطهرات يعني مطهر من المطهرات المطهرات فيه صابون دلوقتي من الصابون المطهر واستخدم الكريم بتاع البانسينول في منتهى الكلام الاهمية الاستاذ عبد الناصر السلام عليكم دكتور السلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم لانتب خير الله حفظ تفضل تفضل حاضر يا فن حاضر يا دكتور لنزة ساعدتك اللي لأخي كنت تكلمت عن حضرتك وانا جبتها يعني لنقرص فسمعت من دكتور فاضل يعني كان بيقول لها اضرار كتير محدش اخدها دكتور فاضل اللي قال لحضرتك الكلام ده دكتور في اين دكتور في اين اللي قال لحضرتك الكلام ساعدتك انا جارتها في كتير يعني ان الاخلية لها اضرار لا والله يا فندي ملهاش اضرار الاخير يا عبانيش فتعبتك كيشي تستعملها تستعملها ازاي يعني ان شاء الله حضرتك معلاء معلاء حطت عليها مية بتقلي وشربها مرتين في اليوم ان شاء الله او بلحة بالمية استاذة مونة شامو عليكم شامو عليكم لو سمحت يا دكتور انا عندي ورام رحمي وشلته مرة قبل كده ورجع تاني عديد يعني فانا جبت من حضرتك اعشاب اللي هي خصوبة النساء لا ما تنفحش خصوبة النساء هنا خصوبة النساء ما تنفحش في الورام الرحمي لا ده فيها عشاب خاصة اللي قد متوصفها السيدة عائشة اللي هي اساسا مكونة من الهدال ورجل الاسد والكلام اللي زي ده ودي بيسموها الخلطة السويدية معروفة في العالم كله اه طب هو ارجع الينا ان شاء الله نديها لك حط طب ممكن التلفون حضرتك لو سمحت يا خليك مع الكنترول تفضل يا استاذ طب ماش بالنسبة الاستاذ عفتاح بيقول ان في رجله في الفغد في مشاكل برضو يا استاذ عفتاح انا اتكلمت عن مرهم مهم جدا اكسئولتلك وعمل اقول اسمك ستروما فورت دي انا ايه اتهم بيه حيشلك الكل الالام دي لسبب تغيير مفصل ايه في سن السبعين يا استاذ عبد الفتاح بالنسبة الاستاذة بالكلم على الاخلية الاخلية ملهاش اضرار خالص دي مهلكات للدهون اللي موجودة في الجسم ومقننة علميا ومدروسة كويس جدا جدا وملهاش اي اثار جانبية الا ان احنا نستخدمها عن الجرعة اللي احنا بنتكلم عنها الزيادة الا استاذة ابونا عندها ورا مراحي وانا اتكلمت هي بتاخد عشاب الاقصاب لا احنا مش عايزين اقشاب الاقصاب احنا عايزين اقشاب الخلطة السويدية لازالة التورم اللي في الارحم يعني جري الوقت مع حضراتكم ونستودعكم الله الذي لا تضيق دائعه الى اللقاء ان شاء الله غدا في الحلقة القادمة وفق مراد الله سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة